نعيش في الحياة مساوئة كثيرة ولا يمكن أن نغطي هذا ونتعرض للإساءة في الحياة لكن قلت تظهر أخلاق العبد المؤمن في التغاضي عن هذه المساوئ الذي يسيء إليك تحسن إليه إن لم تستطع الإحسان إليه فاصمت عنه فإن الصمت قاتله الذي يسيء إلى الناس لو أن الناس صمت عن المسيء لمات ذلك المسيء كما أن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله لكن المشكلة الذي نعيشه اليوم أن الناس يسيءون الظنون ببعضهم دون إساءة تجد شخصا يجلس في بيته على شرفته ويبدأ في اتهام الناس وفي سبهم وفي إدخالهم إلى النار وإدخالهم إلى الجنة وكأنه رب العزة سبحانه وتعالى الله الذي خلق هؤلاء العباد يرحم بهم ويغفر لهم ويتجاوز عن صيئاتهم أنت من؟ أنت الذي تحاكم الناس من تكون؟ ترجمة نانسي قنقر